أعلنت وزارة الداخلية مقتل ثلاثة أشخاص بينهم اثنين من المتورطين في استهداف شرطيين في المنوفية وذلك في تبادل لإطلاق الرصاص وقالت وزارة الداخلية أن المعلومات أسفرت عن تحديد موقع اختباء عنصرين إجراميين تورط في وقاعة استشهاد أميني الشرطة وليد محمد الغنيمي وفريد شوقي إبراهيم من قوة وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا بمدرية أمن المنوفية حيث كان يختبئان بمكان في مدينة جمصة وأضحت الداخلية أنه أثناء استهدافهما بادر بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهما القوات بالمثل ما أصفر عن مصرعهما وآخر برفقتهما كما عثر على كمية من الأسلحة والذخار